كأس أمم إفريقيا كوتيفار 2024 المجموعة الأولى جدوى المبارياتة بالموعد والتوقيت والملعب أيضا نبزة مختصرة عن كل منتخبات المجموعة الأولى توقعاتنا من يتأهل من هذه المجموعة الأولى كل تفاصيل المجموعة الأولى من كأس أمم إفريقيا كوتيفار 2024 السلام عليكم ورحمة الله ما زلنا في تغطيتنا المستمرة لبطولة الكان بطولة كأس أمم إفريقيا لو أنت مهتم بكل كبيرة وصغيرة يبقى لازم تجيب معنا كباية شاي أو كباية أهوة وتفضل تتابع معنا لحظة بلحظة وبهدوء ولنهاية الفيديو لأنك هتعرف كمية معلومات في هذا الفيديو ممكن ما تكونش سمعتها في أي مكان تاني عايز أقولك أن طبعا بمشاركة 24 منتخب تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات كل مجموعة فيها أربع منتخبات في كأس الأمم الأفريقية اللي هتبتدي في الفترة من 13 يناير 2024 وحتى 11 فبراير 2024 هنتكلم في الفيديو ده عن المجموعة الأولى اللي بتضم كوتيفوار ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو البلد المنظم والمستضيف دائما ما يكون في المجموعة الأولى وعلى رأس المجموعة الأولى وهنا نتكلم عن كوتيفوار في البداية أقولك على جدول مباريات هذه المجموعة عندنا 6 مباريات في منتهى القوة كل جولة هنلعب مبارتين في الجولة الأولى يوم 13 يناير المباراة الافتتاحية كوتيفوار ضد منتخب غينيا بيساو المباراة اللي هتكون على ملعب الحسن وطارة اللي هو مسؤول عن استقبال مباريات المجموعة الأولى المباراة اللي هتكون الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة نروح للمباراة التانية في نفس الجولة الأولى من المجموعة الأولى هتكون تاني يوم على طول 14 يناير ما بين منتخب نيجيريا وغينيا الاستوائية المباراة اللي هتكون أيضا على ملعب الحسن وطارة ولكن الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة نروح للجولة التانية اللي هتكون عندنا يوم 18 يناير مبارتين غينيا الاستوائية ضد غينيا بيساو على ملعب الحسن وطارة الساعة 4 مساء والمباراة التانية اللي هتكون في منتهى القوة وهي مباراة صدارة هذه المجموعة من وجهة نظرنا كوتيفور ضد نيجيريا في الجولة الثانية المباراة الثانية يوم 18 يناير على ملعب الحسن وطارة الساعة 7 مساء في الجولة الثالثة والأخيرة عندنا مبارتين كوتيفور ضد غينيا الاستوائية 7 مساء على ملعب الحسن وطارة والمباراة الأخيرة يوم 24 يناير أيضا في نفس اليوم اللي هيتلعب فيه كوتيفور وغينيا الاستوائية نيجيريا يلاعب أو يواجه غينيا بيساو على ملعب فيليكس الساعة 7 مساء في نفس التوقيت عارفين أن الجولة الثالثة دائما ما تكون في نفس التوقيت ده بالنسبة لمباريات وجدوى المباريات بالملعب والموعد والتوقيت بالنسبة للمجموعة الأولى لو رحنا للقنوات النقلة إزاي هنشاهد البطولة أو المجموعة الأولى عايز أقولك أن قنوات بي إن سبورتس القطرية هتنقل البطولة بشكل حصري على أربع قنوات بي إن سبورت ماكس رقم 1 و 2 و 3 و 4 أيضا قناة الجزائرية الأرضية هتنقل بعض المباريات من البطولة وأيضا قناة تي إن تي المغربية هتنقل بعض مباريات البطولة وقناة أون تايم السبورتس الأرضية أيضا هتنقل بعض مباريات البطولة طيب لو جينا نشوف نبزة مختصرة عن كل المنتخبات المشاركة في هذه المجموعة الأولى هنبتدي بمنتخب كوتيفار البلد المنظم والمستضيف منتخبها يسمى أو يلقب بمنتخب الأفيال يبقى لقب منتخب كوتيفار في العموم هو الأفيال عايز أقولك إن كوتيفار أو ساحل العاج عدد المشاركات اللي شاركتها في البطولة الأفريقية 25 مشاركة ويعتبر رقم كبير جدا أول مشاركة كانت سنة 1965 في البطولة اللي كانت مقامة في تونس عدد الألقاب لقبين كوتيفار عندها لقبين كأس أفريقيا 1992 و2015 التصنيف القاري الحالي في كارت أفريقيا رقم 8 والتصنيف العالمي تصنيف الفيفا رقم 49 مدرب منتخب كوتيفار هو فرنسي الجنسية اسمه جون لوي جاسي وأبرز اللاعبين قبل ما أقولك على أبرز اللاعبين المدرب ده بيدرب منتخب كوتيفار منذ شهر مايو 2022 أبرز اللاعبين المعروفين في كوتيفار أوديلون لعب باير ليفاركوزين الألماني فرانك كيسي لعب الأهلي السعودي وهولر لعب ومهاجم بروسيا دورتموند الألماني ده بالنسبة لمنتخب كوتيفار لو رحنا لمنتخب نيجيريا في هذه المجموعة عايز أقولك أن لقب المنتخب النيجيري هو النصور الخضراء يلقب المنتخب النيجيري بالنصور الخضراء عدد المشاركات 20 مشاركة أول مشاركة كانت سنة 1963 بغانا عدد ألقاب المنتخب النيجيري 3 ألقاب 1980 و1994 وأيضا 2013 التصنيف القاري الآن لمنتخب نيجيري رقم 6 التصنيف العالمي 42 المدرب هو جوزيبي سيرو البرتغالي ويدربهم منذ مايو 2020 أبرز اللاعبين المتواجدين في منتخب نيجيريا أليكس إيوبي من فولهام وإيناتشو من ليستر سيتي وأيضا فيكتر السومين الحاصل على الكرة الزهبية الإفريقية لاعب نادي نابولي وبونيفاس لاعب باير ليفاركوزن الألماني عايز أقولك أن المنتخب نيجيريا وصل للنهاية قبل كده 7 مرات الهدف التاريخي معروف ومشهور جدا في البطولة الأفريقية هو الرشيدي ياكيني اللي أحرص 13 هدف في فعاليات البطولة من قبل نروح لمنتخب غينيا الاستوائية اللي بيلقب بالرعد الوطني لقبه هو كده الرعد الوطني عدد المشاركات لغينيا الاستوائية أربع مرات أول مشاركة كانت سنة 2012 على أرضه مناصفة مع الجابون أحسن إنجاز هو المركز الرابع نسخة 2015 على أرضه تصنيفه القاري الحالي 18 العالمي 88 بيدربهم خوان أوباميان جميشة مدرب محلي ويدربهم من أكتوبر 2020 أبرز اللاعبين ساول كوكو مدافع لاس بالماس الفرنسي ده بالنسبة لمنتخب غينيا الاستوائية نروح لمنتخب غينيا بيساو اللقب بتاعه السعالب يلقب بالسعالب عدد المشاركات أربعة أول مشاركة نسخة 2017 بالجابون أحسن إنجاز تخطي الدور الأول في نسخ 2017 و2019 و2021 التصنيف القاري 21 التصنيف العالمي 103 المدرب باسيرو كاندي يدربهم من 2016 وهو مدرب محلي أبرز اللاعبين ماما بالدي مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي وأيضا فرانكو لينو مهاجم ميتلند الدنماركي عندهم اتنين مهاجمين أقوية جدا بالنسبة لمنتخب غينيا بيساو ده كل التفاصيل اللي نعرفها عنه اكتب لنا في التعليقات لو تعرف أي معلومات عن الأربع منتخبات اللي ذكرناهم في المجموعة الأولى اكتب في صندوق التعليقات نروح بقى لتوقعاتنا الشخصية للمتأهلين من المجموعة الأولى أنا وقعي ومنطقي دائما في توقعاتي وترشيحاتي أرشح منتخب كوتيفار البلد المستضيف للبطولة أنه يتأهل متصدرا للمجموعة الأولى ويأتي في المركز الثاني منتخب نيجيريا ويتأهل كمركز ثاني عن المجموعة الأولى وأتوقع أن منتخب غينيا الاستوائية يقدر يتأهل إلى دور الستاشر ولكن في المركز الثالث ويتحصل منتخب غينيا بيساو على المركز الرابع دي توقعاتي أنا وياريت أنت تكتب توقعاتك في التعليقات دي كانت أول مجموعة معنا قلنا لكم على جدول مبارياتها بالموعد والتوقيت والقنوات الناقلة قلنا لك على نبزة مختصرة عن كل المنتخبات المشاركة في المجموعة الأولى كوتيفار نيجيريا غينيا الاستوائية غينيا بيساو مستمرين في تغطية كأس الأمم الأفريقية لا تنسى تعملنا لايك للفيديو اشترك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته